لازم نرفع ايدينا بالدعى ونترحم على شهدنا شهيد القوات المسلحة رحمة الله عليه وطبعا هو بالقطع شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى حي يرزق عند رب العزة متحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قال نصا في البيان بتجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حدث اطلاق النيران فمنطقة الشريط الحدودي في رفح ما حدث على الشريط الحدودي في رفح هو ما ادى الى استشهاد احد عناصرنا المكلفة بالتأمين هنا لازم كلنا نتوقف امام هذا البيان ده نمرة واحد نمرة اثنين لازم نتوقف ايضا امام تصريحات المصادر الامنية مصدر امني قال الاتي وبالمناسبة هو مصدر امني رفيع المستوى جدا تم تشكيل لجان التحقيق حتى نقف على تفاصيل الحادث فيتم تحديد المسئولية خد بالك من الجملة دي فيتم تحديد المسئولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا طيب ايه تاني مصر حذرت من تدعيات العملية العسكرية الاسرائيلية على محور فلادالفيا مصر بتجدد تحذرها وبتقول المساس بامن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود لا مساس طيب التحقيقات الاولية اللي حدث اطلاق النار واستشهاد مجندنا العظيم رحمة الله عليه على الحدود بيشير الى انه دي التحقيقات الاولية حصل اطلاق نيران ما بين عناصر من قوات العدو او الاحتلال وعناصر من المقاومة الفلسطينية هذا الاشتباك اللي حصل ما بين العدو وما بين المقاومة الفلسطينية ادى الى اطلاق نيران متبادل ولكن في عدة اتجاهات من هنا عنصر التأمين المصري شاهدنا ام باتخاذ اجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران ده اللي حصل او بالادق ده بناء على التحقيقات الاولية وبالمناسبة التحقيقات لا زالت مستمرة اشتركوا في القناة